السلام عليكم ورحمة الله مؤخرا طرح البنك المركزي التركي نظام جديد لتحويل الأموال بتحلك تحويل الأموال 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع حتى خلال أيام العطلة الرسمية حتى لو كانوا من بنك إلى بنك آخر خلونا نتعرف على التفاصيل سوا بهذا الفيديو معروف مسبقا أنه كان في عنا طريقتين لتحويل الأموال الطريقة الأولى يطلق عليها اسم هابالي يلي هي من بنك إلى ذات البنك فيك تحويل الأموال وتستلمهم شو ما كان التوقيت وبتحتاج فقط رقم آيبان الشخص المقابل كونه ضمن نفس البنك فهني الجماعة بيعرفوا اسمه وكينيتو فبدك بس الآيبان تبعه وهي كنا نسميها يا جماعة لا تنسوا هابالي إذا بتفوت على أي تطبيق تنقر على باراترانسفيرلري تنقر على هابالي هابالي يعني تحويل أموال إلى نفس البنك لاحظوا بعد ما منقوله التحويل إلى الآيبان بيطلب مني فقط الآيبان وأديش بدك تحول هاي الطريقة الأولى يلي اسمها هابالي أما الطريقة الثانية واللي أيضا كانت موجودة مسبقا فهي اي في تي اي في تي هي تحويل الأموال من بنك إلى بنك مختلف من زراعات إلى كويت ترك من كويت ترك إلى تركيا فينانس من تركيا فينانس إلى وقف كاتلوم يلي هو الاي في تي عادةً بدك ايبان الشخص اللي بدك تحول له زائد اسمه كينيتو تماماً متل ما مكتوبين عند البنك إذا أخطأت بحرف واحد ما بتتحول المصائي بتظل يوم كامل عند البنك المركزي بعدين البنك المركزي برجع لك ياها لأنك أخطأت في حرف من اسمه أو كينيتو لزراني هاي اسمها اي في تي متل ما حكينا يا جماعة لحتى تعمل اي في تي متل ما حكينا منفوت لهون منفوت على منفوت على اي في تي لاحظوا لما منقر على الاي في تي بيطلب مني من جهة الاي بان ومن جهة اسمه كينية صاحب الحساب ومن جهة قديش بدك تحوله وهي كانت أيضا الطريقة التانية لكن الطريقة التانية اللي هي الاي في تي لا تصل إلا ضمن أوقات الدوام الرسمي يعني إذا كنت بيوم سبت ما بتوصل للتنين صباحا إذا كنت بعطلة عيد الأضحى ما بتوصل لأول يوم عمل لبعد عيد الأضحى تمام يا جماعة الاي في تي لا تعمل إلا ضمن أوقات الدوام الرسمي إذا حولت هالمسى ما بتوصلوا للزلمي المسى توصلوا تاني نهار بكير بس يفتحوا ضمن أوقات الدوام الرسمي كل الأشياء الماضية كانت مقدمة لدرس اليوم صار في طريق التحويل أموال جديدة طرحت من قبل البنك المركزي التركي اللي اسمها فاست فاست بتعتمد على أنك تربط واحد من حساباتك برقم تليفونك أو رقم هويتك أو بريدك الإلكتروني ويتم التحويل على هدول المعطيات دون الحاجة لعبان ودون الحاجة لإسمكني أحيانا دون الحاجة لإسمكني لأنه في بعض البنوك لازالت بتطلبها مبدأ عمل الفاصت ان انت بتفوت بتربط حسابك برقم جوال أو رقم تي جي او بريد الكتروني وبعدين بصير يمكن التحويل على هاي المعطيات يعني يمكن التحويل على رقم جوالك بتوصل على الحساب يلي مربوط عليه رقم الجوال هذا ممكن التحويل على بريدك الإلكتروني ممكن التحويل على رقم التاجة تبعك رقم الهوية يعني الرقم الوطن وهي الفاست ميزتها انه تعمل 24 ساعة حتى لو كانوا البنكين مختلفين هاي أهم ميزة بالفاست حتى لو حولت من كويت ترك لزراعات عن طريق الفاست ابتصل مباشرة مباشرة رح نقسم الحديث عن الفاست لقسمين أساسيين القسم الأول كيف منربط حسابنا برقم تليفون أو رقم تيجي أو رقم بريد الكتروني القسم الثاني كيف منعمل فاست من حساب إلى حساب آخر ما كنا قديما نقول كيف منعمل هابالي كيف منعمل ايفيتي هلا رح نقول كيف منعمل فاست من حساب إلى حساب آخر خلونا نبلش بالخطوة الأولى يلي هي كيف مربط حساب برقم هاتف بنفوت على التطبيق البنكي اللي نزلناه على الجوال شو ما كان التطبيق يا جماعة ما بدي يكن تخافوا انه هاد عبيشتغل على تطبيق تركيا فينانس. انا عندي كويت ترك رح يكون مختلف كله النفس الشي. هلا زاتا بعد شوي رح نجرب على الكويت ترك ايضا. من فوت على هساب لارم. من هساب لارم نختار ادريس لارم. منختار يني ادريس. نختار الحساب وبايش بدنا نربطو. بهالبساطة. الحساب وبايش بدنا نربطو. يعني هون انا اخترت الحساب. بدي اربطو برقم الهاتف. لاحظوا ما بيطلع لكم اي رقم هاتف طلع لكم رقم الهاتف المسجل لدى البنك فقط. مو اي رقم هاتف يطلع لكم. فانا اخترت ربط هذا الحساب بهذا رقم الهاتف. بحيث مستقبلا بس حدي يعمل لي على رقم الهاتف يوصلوا على هذا الحساب. ازا هون انا شو عملت? ربطت هذا الحساب على هذا رقم الهاتف. خلونا نشوف تطبيق تاني اللي هو تطبيق الكويت. ايضا من فوت على من هساب لرم بنختار من قلبه بنقول له ايضا يني قلاي ادريس. وبنختار مثل هونيك بطبيعة الحال. هذا الحساب بدي اربطو بهذا البريد الالكتروني او بهذا رقم الهاتف. تمام يا جماعة هون مثلا ربطتو على التي جي تبعي. بحيث انه لما حدي بيعمل لي بيوصل على الكويت ترك. ولما حدي بيعملي فاست على رقم التليفون بيوصل على التركية في ناس. طيب بتقول لي اذا ربطت حسابين على رقم تليفون بياخد الاحداث القديم يتم ابطاله تلقائيا يعني. وهلا يا اصدقائي بعد ما ربطنا حسابنا على رقم التليفون وربطنا حساب تاني على رقم تي جي خلونا نجرب سوا نعمل اول فاست. رح اعمل فاست على رقم التي جي. مثل ما حكينا لما عم تقول فاست على رقم تي جي يعني يفترض ان تحط بدل الايبان رقم تي جي للشخص. وهو بيحول له هدول المصاري على الحساب يلي رابطوا على رقم تي جي تبع. رح فوت من هون على باراترانسفيرلري متل ما نكون شايفين. من قلب باراترانسفيرلري رح اختار فاست. رح اختار فاست على رقم تي جي على رقم الهوية. ورح اكتب رقم الهوية متل ما نكون شايفين بعد ما كتبنا رقم الهوية لحاله تعرف على الاسم والايبان وصاحب الحساب رح حط هون المبلغ اللي بدي حوله. تجدوا الاشارة يا جماعة انو المبلغ لحد هلا هو خمسين ليرا بدون يرفعوه للالف ليرة بعد كم يوم لكن حاليا النظام بفترة تجربية. مشان هيك حاليا بهاي الاوقات غالبا لما رح تشوفوا هذا الفيديو رح يكون ارتفع تلقائيا للالف ليرة. ما فينك تحول الا خمسين ليرا. فرح حط المبلغ ورح قل له اوناي ليرا. هون بيطلع لنا يا جماعة النافذة انو اكيد بدكن تحولوا هاد المبلغ. بنقول له اوكي. هيك بنكون عملنا اول فاست لالنا. خلونا نجرب نعمل فاست من برنامج اخر. اذا فتنا مثلا على برنامج الكويت ترك من هون رح قل له بارا ترانسفير لري. هون ما نسميه فاست مسمينها كمان كمان نفس الشي يا جماعة. بنختار الحساب يلي بدنا نحول منه وبناء على شو بدنا نحول على رقم التليفون مثلا ولا على ايش ولا على تيجي. رح هو نحول على رقم التليفون. لاحظوا هذي اللي كان بدي اعرض لكم يا. لكويت ترك لما بتحول على رقم التليفون وبيطلب الاسم والكنية. فبدك تحط اسم وكنية الشخص يلي عم اتحول. كان هاد كل شيء بدرسنا اليوم. اذا يا جماعة باختصار في عنا ثلاث طرق لتحويل الاموال. اول شيء الهوالي ضمن نفس البنك. اي مت ما كانت تعمل اربعة وعشرين ساعة حتى ضمن ايام العطل. بدك الايبان فقط لحت تتحول. اي في تي بدك الايبان والاسم والكنية. متل ما نور مكتوبين تماما لا تعمل لا ضمن اوقات الدوام الرسمي. وفاست بدك رقم التليفون او الايميل او التيجي حسب الشخص شلون رابط حساباته وتعمل ايضا اربعة وعشرين ساعة حتى لو كانوا البنكين مختلفين. بتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس. لا تنسوا تفعلوا زر الجرس تشتركوا بالقناة وتشاركوا هذا الدرس مع اصدقائكم.